لندن ينضم إلينا إياد بركات الخبير في الإنترنت وفي مجالات الإعلام الجديد أستاذ إياد ما كل هذه الضجة في بريطانيا حول المخاوف من أن يتم مراقبة الهواتف المحمولة يعني الجميع في بريطانيا يرحب بأن الإنترنت سيمتد إلى خطوط المترو لكن الكل كذلك يتخوف من مراقبة ما سبب هذه الضجة؟ نعم يعني لندن أندرغراند أو المترو يزود الإنترنت في أكثر من 250 محطة منذ حوالي عامين البرنامج الجديد هو سيقوم بمراقبة حركة الناس من خلال مراقبة حركة هواتفهم فلنتخيل أنك عندما تدخل المترو من لحظة دخولك إلى المترو سواء اتصلت بالإنترنت أو لم تتصل لأن الهواتف الذكية تقوم بالحوار مع نقاط الواي فاي طوال الوقت فهم يعرفون مثلا طريقة حركتك داخل هذه الشبكة في الماضي كان يعرفون هي نقطة الدخول ونقطة الخروج للأشخاص ولكن الآن سيمكنهم تتبع تحركات الشخص الحامل للهاتف الذكي في كل فروع المترو وما الذي يزعج المواطع البريطانية في ذلك؟ طبعا لأن هذه المعلومات ستكون طبعا ليس الجميع منزعج هناك بعض الناس منزعجين الناس الذين يهتمون بخصوصيتهم زيادة عن لزوم ولكن الخوف طبعا أن هذا المؤسسة ستقوم بمشاركة هذه المعلومات مع جهات أخرى منها البوليس والمخابرات وأيضا وقد يكون هنا وأيضا شركات تجارية فمثلا التطبيقات التي تعطيك طريقة السير داخل المترو يمكن مشاركة هذه المعلومات معها لتدلك على الطرق الأكثر أو الأقل اقتضادا بالناس فالمخاوف هي لأنهم سوف يتمكنون أو سيكون هناك إمكانية عالية من أولا تتبعك ثانيا هناك إمكانية أن يحاولوا مثلا استخدام هذه المعلومات لأغراض دعائية لأغراض أخرى إن تم اختراق هذه المعلومات وسرقتها من أشخاص غير مرغوبين طيب سيد إياد معلوم طبعا أن شبكة الأنفاق أو مثل الأنفاق في بريطانيا هي من أطهم الشبكات في أوروبا اللي بتكون في العالم لكن هنا السؤال أيضا يعني هذه الخطوة أن يكون بها موجات إنترنت مجانية للركاب هل تعتقد أنها إذا أخذنا بالاعتبار أن هذه الشبكة يستخدمها سنويا أكثر من مليار ركب سنويا هل هي تراها خطوة تكنولوجية تنموية أم لاعتبارات أمنية لا هي من الناحية العملية هي خطوة ضرورية جدا لأن في المستقبل القريب وحاليا الكثير من القطارات في مترو لندن تسير هي ذاتية القيادة صحيح أن هناك يكون سائق ولكنها في الغالب ذاتية القيادة في المستقبل خصوصا مع زيادة عدد الركاب بدل من أن تكون البلدية أو المدينة بإنشاء أنفاق أخرى تستطيع إدارة هذه الشبكة بشكل عملي أكثر فباستعمال هذا النظام ستتمكن كل لحظة من معرفة أعداد الناس وطريقة حركتهم من مكان إلى مكان والتنبؤ بالضبط في الأماكن التي ستكون هناك فيها أزمة وتسير القطارات والخدمات الأخرى لهذه الأماكن هي يعني أراها من الناحية التكنولوجية والعملية ضرورية جدا خصوصا للمستقبل القريب السؤال الأخير سيد إياد وهو متعلق هنا بفكة البعد الأمني أو فكة الخصوصية يعني أعتقد أن أي مستخدم لهاتف محمول يجب أن يدرك أن هاتفه ربما يخترق في أي لحظة في أي جزء من العالم رأينا أنجلا ميركل بشحمها ولحمها تم التجاسس على هاتفها مثلا رأينا مؤخرا السفير الأمريكي في بريطانيا تم اختراق نظامه الاتصالي الآمن الدبلوماسي مثلا رأينا مخاوف من أمريكا من هواوي في الصين من الاختراق إذن فكة أن يحاول المرء أن يحفظ بياناته على الهاتف هذا أمر غير وارد أسألك هنا بالشكل أمني يعني نعم يعني الآن وفي المستقبل القريب موضوع الخصوصية سوف يكون تحدي كبير جدا لنا كأفراد فمثلا الموضوع الذي كنا نتكلم به في مترو لندن حاليا يتم تتبع كل الهواتف في كل مكان هذا فقط بدون اختراقها طبعا موضوع الاختراق طبعا يعني هو وارد ومنتشر ولكن شركات الهواتف والمطورين يحاربون هذه الظاهرة طوال الوقت ولكنه صراع يعني صعب جدا فإن كان هناك أي جهة مصممة على اختراق هاتف أو جهاز فهي ستستطيع يعني الآن أو لاحقا فيعني نحن كأفراد يجب أن ننتبه لهذا الأمر ونعرف أننا نعيش في عالم تقريبا شبه مكشوف صحيح أن علينا أن نحاول أكثر وأكثر أن نكون واعين وأن نحاول حفاظ على خصوصيتنا قدر الإمكان ونكون فمثلا عندما لا نريد أن يتتبعنا أحد يمكننا التخلي عن التليفون أو عن الأجهزة الأخرى المتصلة أشكرك أشكرك سيد ياد بركات الخبير في الإنترنت ومجالات الإعلام الجديد كنت معنا من لندن فشكرا لك ترجمة نانسي قنقر